اشتركوا في القناة وولستريت جورنال الأمريكية صلتت الضوء في تقرير لها على مأساة نقص الوقود المتزايد التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة النظام والتي تجسد جانبا من معاناة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها هذه المناطق بشكل عام منذ بداية سنوات الحرب فيها وعلى الرغم من تجنيب المناطق الخاضعة لسيطرة النظام أضرار الحرب مقارنة مع المناطق الأخرى إلا أن المشكلة الاقتصادية الحالية تعد الأسواء طوال سنوات الحرب بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران والنظام وحلفائهم حيث يأمل المسؤولون الأمريكيون أن تؤدي الضغوطات الاقتصادية على النظام والتي أدت إلى تعطيل الحياة في بعض المدن الكبرى إلى إرغامه على تقديم تنازلات بعد ثماني سنوات من الحرب وقد قامت الولايات المتحدة في تشرين الثاني الماضي بزيادة العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران لتصل للحد الأقصى كما وضعت عقوبات على الشبكة الدولية التي لها صلة بتوصيل النفط عبر روسيا وإيران إلى نظام الأسد كذلك قام الاتحاد الأوروبي بفرض مجموعة من العقوبات على النظام بما في ذلك حضر على شحنات النفط وانخفضت نتيجة ذلك الشحنات الإيرانية من ستة وستين ألف برميل كان يتم شحنها إلى سوريا يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2018 إلى حوالي الصفر تقريبا منذ بداية هذا العام واعتمد النظام لوقت طويل على الغاز المعبئ المستورد من روسيا وعلى النفط القادم من المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا سوريا الديمقراطية ومع حضر شحنات الوقود القادمة من خلال تلك الميليشيا مؤخرا ما أدى لقطع طريق الإمداد الثانوي الذي يعتمد عليه النظام بات محاصرا بشكل خانق شكل تعول الولايات المتحدة في أن يكون الباب الكبير لتحقيق الكثير مما تنشده من النظام السوري وحليفته طهران موسيقى موسيقى